طيب نأتي الآن للتحويل من بايناري تو ديسيمل تحويل من بايناري تو ديسيمل الموضوع جدا بسيط حيث ان اضرب في الاساس اضرب في ايش اضرب في اساس ايش الان راح اقول لك تضرب في اساس ايه تضرب في الاساس اللي انت بتحول مني لازمة ا不錯 كامل اصبر من حصول افتكاء . بجدة انك ستفهم المائل من امين لدائما في التحويلات عندنا نتبهوا افتاد ما remember كيف ت Meowامين لازمة ا stickers coding من النجم tier ورغم اول اول هذا كم؟ اثنين وصفر. تمام؟ اثنين وصفر في كم الرقم؟ واحد. زايدا. افتح قوسين. اثنين وص واحد. ضرب كم الرقم؟ الثاني هذا هنا مواضح. هذا الرقم واحد. زايدا. اثنين وص اثنين. ضرب كم الرقم؟ ضرب كم الرقم؟ صفر. زايد. اثنين. شوف صفر. لو تبدأ نترقمه كده صفر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. طيب. اثنين وص ثلاثة. ضرب كم الرقم؟ واحد. زايدا. اثنين وص اربعة. ضرب كم الرقم؟ صفر. زايدا. اثنين وص خمسة. ضرب كم الرقم؟ واحد. تبدأ الآن. حسنا الآن شوف هذا كم يكاف aquilo. يلا. اثنين وص ا Said dorob 1 سعف 1. ازايدا. يكافر 1.няش. اثنين وص واحد كم اضع 2؟ اثنين وص ا Wide Word ثمانية 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 ثمان الرقم يكافئه. الرقم هذا البانير يكافئه في الديسيمال ثلاثة أربعين. واضحة. واضحة إن شاء الله. نأخذ مثال آخر. نفس الشي هنا. تحويل من ديسيمال تو. أو من بانير للديسيمال. أضرب في الأساس. الأساس كم عندي هنا? اثنين. هنا هذا صفر. أبدأ بالترقيم كده واحد. اثنين. ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا. نبدأ الآن بالتحويل. اثنين. الصفر. الرقم كم هنا? واحد. زايد. اثنين. واحد. في كم الرقم? صفر. زايد. صغر خطك شوية. اثنين. 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 في كم الرقم? واحد. زايد. اثنين. وثلاثة. في كم الرقم? واحد. زايد. اثنين. أربعة في كم الرقم صفر زايد اثنين وخمسة في كم الرقم أضربه في صفر زايدا اثنين وستة مبكف المكان في كم الرقم في واحد يا الآن اجمع اثنين وصفر أي عرص صفر في واحد في واحد أعطيك كم واحد زايد ومعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نجمع. 64 زائد ثمانية أعطيكم 72. زائد 4 أعطيكم 76 و 1 أعطيكم 77. هذا الرقم يكافر سبعة سبعين. خلاص هوقف الفيديو هذا هنا نكمل التحويل الى بعدها.